السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد نظرة على الايكيو 12 برو بلونه الأحمر نظرة على محتوية العلبة وتذكير بالسعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز لكن قبل أن نبدأ لا تنسى العجب أن نقرأ على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات هما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابعة لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول لمن فتح فيديو المواصفات الكاميلة للايكيو 12 برو تجده على قانتنا في هذا الفيديو سنركز فقط على محتوية العلبة والسعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز ومع فتح العلبة أول ما نجده هو مجموعة الكتب المنورة الخاصة بالجهاز بعدها نجد الإجيكشن بين لفتح مدخل السيم كارد وهنا يا أصدقائي نجد كوفر بلاستيك بنفس لون الايكيو لهذه النسخة النسخة تأتينا باللون الأورنج لون مميز جدا وهذا هو الجهاز كما ترون أصدقائي الفيفو آيكيو 12 برو 5G يأتينا مع مائة ايكس زوم هذا الهاتف يصور بدقة عالية جدا يعطينا تجربة تصوير ممتازة جدا يأتينا مع معالج وأداء خورة في الهتف يأتينا مع مواصفات ممتازة جدا نذكر منها أنه يأتينا مع ثلث كاميرات خلفية 50 ميجا بيكسل الكاميرا الاساسية اربعة وستون ميجا بيكسل للكاميرا الثانية والكاميرا الثالثة اتنا بدقة خمسون ميجا بيكسل النسخة الاقل التي ينزل معها الهاتف هي مائتين وستة وخمسون جيجا مسيحة داخلية وستة عشر جيجا للرام يعني ادي اخورة في مع وجود افضل معالج لهذه السنة من شركة كوالكم اسناب دراجون ايج جين ثري بمعمارية اربعة نانو متر بدون شك دعم لقدمة الفايف جي ياتينا ايضا مع اندرويد اربعة عشر وهي احدث نسخة ننتقل الى بقية محتوية العلبة حيث نجد هنا الشيحن الصاروخي وكيبل الشاحن اذا الشيحن اصدقائي ياتينا بسرعة مائة وعشرون وات شيحن سريع جدا تجربة الشاحن تقريبا تأخذ معنا تسعة عشر الى عشرون دقيقة من صفر الى مئة بالمئة تقريبا في عشرون دقيقة الهاتف ايضا يدعم الشحن السلكي السريع بسرعة خمسون وات وريفورس ويرس شارجينج الشحن السلكي العكسي بسرعة عشر وات يتوفر بثلاثة الوين مميزة جدا اللون الاسود اللون الاحمر والوايت وهي نسخة البي ام دابليو ام براندينج هذه هي محتوية العلبة وهذه هي بعض المواصفات بالنسبة السعر الرسمي الذي ينزل به الجهاز فيبدأ من ستمائة وخمسون يورو ما يعادل الستمائة وخمسة وسبعون دولار مع النسخة الاقل وهو يعتبر السعر ممتاز جدا مقارنة بالقيمة والمواصفات التي ينزل بها الهاتف هاتف فئة متوسطة عليا من حيث السعر ويأتينا بمواصفات فئة عليا فئة الفلاكشيبس من حيث المواصفات الى هنا وصلنا الى ختم هذا الفيديو واشكركم على المتابعة تمنى انكم استفادتم من الفيديو اعجبكم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليسلككم كل جديد اراكم في فيديو قادم الى اللقاء